أبدأ معك سيادة العميد هذه الحلقة من تصريحات الجنب الأمريكي الآن مسؤول أمريكي يؤكد لريترز نية الرئيس بايدن تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة وهذه الأسلحة كما بدأنا في هذه المقدمة صواريخ متطورة وهو من نوع هذا الصاروخ يأتي بهيمارس الصاروخي وسأتي لي معك بتفصيل عسكري لما هو هذا الصاروخ لكن كيف ترى هذه الخطوة بدايتا؟ أسأل خير لك والأسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام يعني في الواقع في الفترة الأخيرة أثناء حرب الدونباس في المنطقة الشرقية من دونباس أو من أوكرانيا في الواقع تقريبا أحس المراقب بأن هناك تقصير في موضوع الإمداد لأن المعركة بدون إمداد متواصل ربما تفقد بعض من قوتها وخاصة أن القوات الروسية اتبعت سياسة الأرض المحروقة والرمي الجنوني القصف الجنوني على المناطق التي طبعا وصلت فيها القوات الروسية وسيطرت على مدن استراتيجية مثل سفيرو دينتسيك التي طبعا دخلتها يوم الاثنين السابق وأصبحت الآن تحاول تطوير الرجوم باتجاه مناطق أخرى من أجل سلوفانتسيك أيضا من أجل الخلاص من كل المدن المحيطة بالإقليم والوصول إلى الحدود الإدارية لأن روسيا لديها خطة تطوير الرجوم باتجاه المناطق الداخلية حتى الوصول إلى بعض ضواحي خرسون طبعا تريد موسكو أن تصل وتسيطر على المنطقة بالكامل فالإمداد في الفترة الأخيرة من المعركة في دونباس كان في الواقع هو إمداد بطيء وتم أغلاق الخط الذي يعني شيئا فشيئا لأننا نعرف أن بايدن يطلب كل فترة وفترة مساعدات الآن آخر مساعدة 700 مليون دولار هذه المساعدة الآن يعني طبعا تأتي بالتتابع فيبقى هناك فاصل بين عملية الإمداد اللوجستي هذه الفواصل بين عملية الإمداد هي لصالح روسيا وطبعا يعني مكنت روسيا من التقدم على هذه المناطق نعم فإذا ما تم طبعا الآن تزويد الأوكرانيين بهذه بالإمارس هذه الراجمات ذات الدقة العالية تستطيع يعني أن تقريبا تستعيد لأنها استعادت هي بعض من ضواحي المناطق في دونباس وسيطرت عليها وسأتي معك ترجمة نانسي قنقر